لما بطرس سأل المسيح كم مرة إلى سبع مرات بطرس حب يتكارم يعني يكون كريم سبع مرات أغفر في اليوم فرب يسوع طبعا هزه قال له سبعين سبع مرات طبعا الفكرة مش فكرة حسابية أنه 490 مرة في اليوم كل الفكرة أنه بتغفر بلا حدود وعلى طول الرب يسوع أعطى مثل واحد مديون بعشر تلاف وزني والتاني مديون بمئة دينار وطبع العشر تلاف وزني قال له يعني دخيلك يعني استنى شوي علي تمهل علي حتى قوفيك اتحنن عليه السيد اتحنن عليه الملك وغفر له ترك له كل الدين ولما طلع شاف واحد عبد بشتغل عنده مديون له بمئة دينار مسك بخناءه قال له لازم تعطيني الفلس الأخير وطبعا راحوا العبيد الآخرين وأعطوا تقرير عنه السيد جاء قال له أنا غفرتلك بما يوازي 60 مليون دينار أو أكثر حتى من هذا يعني وما قدرتش تغفر ميدة دينار فتخيل يعني يكون عندك 60 مليون خطية في اليوم برضو الرب بيغفرها فالفكرة غفران بلا حدود والفكرة الثانية انه ما تعد الخطايا اشتركوا في القناة